الحمد لله الملك العلام والصلاة والسلام على نبي الرحمة ورسول السلام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام وسلم تسليما كثيرا آفات اللسان يسأل سيدنا معاز بن جبل رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا مهما كلنا نسأله فيقول يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار فيقول صلى الله عليه وسلم مجيبا لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله عليه وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي في بيان جواب هذا السؤال العظيم الذي هو في ذات الوقت سهل يسير على من وفقه الله وهداه فكان من ضمن ما قال صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال الكبير ألا أدلك بملاك ذلك كله فقال بلى يا رسول الله فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه ثم قال كف عليك هذا قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم هذا الحديث فيه فوائد كثيرة أن من حفظ لسانه فقد ضبط أمره وأحكمه وهدي ووفق وأن ما يصيب الناس من جراء ألسنتهم وحصائد ألسنتهم ليس شيئا سهلا بل هو شيء كبير يسترعي أن نهتم لهذه النعمة نعمة اللسان لتوظيفها في طاعة الله عز وجل في الصدق في ذكر الله في الإصلاح بين الناس في نشر الكلمة الطيبة والقول الحسن الجميل نشيعه بين الناس فهذا اللسان به يزرع الإنسان الحسنات أو السيئات من وفق لزرع الحسنات حصد الكرامة ومن وقع في زرع السيئات والشرور بهذه النعمة بهذا اللسان حصد غدا الندامة ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن ما يجمع الخير للعبد هو أن يحفظ لسانه فقال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ليحذر الإنسان من آفات اللسان آفات اللسان تبدأ بشهادة الزور القول على الله بغير علم الإفساد بين الناس بالنميمة الغيبة الكذب كل هذه الآفات حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنها تجر على العبد عقوبات لا قبل له بها ولا يستطيع أن يتحملها فيقول صلى الله عليه وسلم مجيبا وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ومن هنا كان الصالحون الصحابة والتابعون يهتمون ويراقبون كلامهم ومنطقهم فهذا عمر رضي الله عنه يدخل على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فإذا هو آخذ بلسانه فيقول ما تصنع يا أبا بكر قال يا عمر إن هذا أوردني الموارد وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول لنفسه يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم وإلا ستندم هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله الذي لا إله غيره ما على وجه الأرض أحوج إلى طول حبس من لسان هؤلاء كانوا يراقبون الله عز وجل في أفعالهم وأقوالهم في حركاتهم وسكناتهم علموا أن هذا اللسان نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من حرم هذه النعمة ولذا قدروها قدره وظفوها فيما يحب الله ويرضى فذكروا الله وأكثروا من ذكره بلسانهم حتى يكونوا متمثلين مقتدين بقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا قول بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله تعالى نسأل الله بمنه وكرمه وجوده أن يجعل ألسنتنا لاهجة بذكره وأن يجعل قلوبنا مطمئنة لحكمه وشرعه إنه نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين